دعت منظمة الصحة العالمية إلى تقديم مساعدات إنسانية عاجلة من جميع أنحاء العالم لاحتواء انتشار وباء الكوليرا في اليمن وقالت المنظمة إنه وفقا لإحصائات وزارة الصحة اليمنية وأرقام الأمم المتحدة فقد تفاقم انتشار الوباء في 19 إقليما وتم الإبلاغ عن أكثر من 50 حالة مشتبه بإصابتها بالوباء فضلا عما يقارب من 500 حالة وفاة في اليمن وضع شديد الخطورة وخاصة في بعد ظهور الوباء الجديد أو الموجة التانية من وباء الكوليرا الموجة الأولى ابتدت في شهر أكتوبر الماضي وانحسرت في شهر فبراير وعلى مدى أربع شهور كانت 6 حالي 26 ألف حالة تقريبا هذا الوباء ابتدى من 27 أبريل لحد النهاردة أكثر من 38 ألف حالة فالوباء شديد جدا بشكل غير منتشر بشكل غير مسبوك شكرا شكرا